اشتركوا في القناة ضيف العزيز دكتور عبدالله متولي أخصائي تجميل الأسنان والمؤسس لمركز برايتي للأسنان وعضو جمعية الأمريكية لتجميل الأسنان والمصمم لتسمى المعتمد من البي دي سي بإنجلترا أهلا بيك دكتور عبدالله إذنك دكتور عبدالله منورني إنت أكتر الله نفسي يعني معاناة الناس على الكاميرات وزاي تحولوا وصنف طب الأسنان إحنا بنحاول نعمل ده يعني إنت بتحاول تعيش الإحساس دي صح إحنا بنحاول كل مرة لما بنيجي نتكلم إن إحنا إنت هتلاقي نص اللقاء ما بنتكلمش على الأسنان أكتر ما بنتكلم على الحالة النفسية وشكل العام للبيشنت مش بتكلم بس على السنان إنت هتلاقيني بتكلم على تأثير السنان في الشكل العام في سنه في حالته النفسية في كل حاجة الموضوع ما بقاش أسنان بس أنا بقيت مسؤول إن أنا خليه الناس شكلها كله حلو الناس نفسيتها كلها مبسوطة أنا دلوقتي ما بقيتش مسؤول إن حد موجوع يخف دي أبسط حاجة دلوقتي مسؤول إن إنت عندك مشكلة ما وإنت بتضحك مثلا بتحط إيدك على بق مش عارف تاكل كويس عندك مشاكل في الثقة في النفس عشان شكل ابتسمتك إحنا دلوقتي دا الأكتر حاجة شغلة بالي إن أنا عالج الموضوع دا بس فما بقيناش نركز قوي على الأسنان في اللقاءات بقين نركز على الفيس ككل أو دا الترند اللي إحنا ماشيين فيه دلوقتي إن إحنا نركز على شكل العام للعيان هل تجميل الأسنان يقدر يتحكم في سن الإنسان؟ دا تجميل الأسنان هو أهم عامل في تحديد سن الإنسان ليه؟ أنت دلوقتي الوش بتاع الإنسان دا متقسم بتلات أجزاء جزء اللي فوق وجزء التاني وجزء الأخير آخر تلت دا هو اللي بيتغير في شكل الإنسان يعني القورة مع السن حجمها مش بيصغر المسافة من العين للبق حجمه مش بيصغر إيه المسافة اللي بتصغر أو بتتأثر؟ هي المسافة اللي بين الشفايف لحد الدقن اللي تحت دي اللي موجود فيها إيه؟ الفكين والأسنان فإذا مع تقدم العمر إيه اللي بيحصل؟ الأسنان بتتاكل؟ العظم بيتتاكل بيبين الإنسان أكبر في السن إحنا مثلا لو شفنا حالة زي دي الحالة دي أنت من النظرة الأولى كده تديها كم سنة؟ أو تديها أنها في سنة قد إيه؟ 50 50 دا بالزبط عندها واحد وخمسين سنة طيب أنا الحالة دي الحالة دي لها قصة والحالة دي جات العيادة كانت عند دكتور قابلي بتاع أسنان بص بقى الخطة العلاجية اللي قالها لها إيه؟ قالها أنت بصي شايفة الحالة دي مبدئيا نتكلم عن الأسنان وبعدين نتكلم على الوش كله مبدئيا كده ناحية اليمين في سنتين طرعين فوق قوي وناحية الشمال ما فيش طب دا أصعب من لما يكون في الناحيتين في مشكلة لما يبقى في ناحية واحدة مشكلة بيبقى صعب إنها نظبط الناحية التانية لو اللي اتنين فيه مشكلة بسيطة الناحية من الشاشة بالزبط اللي هي شمال العيادة بالزبط تمام؟ دي القصة الدكتور بقى هي راحت لدكتور إيه؟ أسنان ما راحتش لدكتور إيه؟ تجميل أسنان قال لها إيه؟ إحنا هنخلع السنتين دول ونزرع عضب وبعد زراعة العضب نزرع أسنان وبعد زراعة الأسنان نركب أسنان طب البروستير دي أو الخطة العلاجية دي هتكلف البيشنط فلوس قد إيه؟ وقتها قد إيه؟ يعني هي عندها مثلا 51 سنة طب هي هتوعد في القصة الخطة العلاجية اللي هو قالها لها دي حوالي سنتين يعني أنت متخيل اللي رايح تجمل أسنانك تجملها وانت رايح وانت عندك 51 سنة تستلم الشغل وانت عندك 53 سنة أنت متخيل الكارسة اللي هي فيها هيوقعتها عضب سنتين؟ الظبط هتزرع عضب هو الخطة اللي هو قالها لها هتزرعي عضب بعد ما تزرعي عضب هتزرعي أسنان هو عايز يخلع لها السنتين اللي فوق دول هتزرعي أسنان بعد زراعة الأسنان نركب بقى نعمل التجميل طيب أنا أول ما جات لي البيشن دي يعني دلوقتي بقت صاحبتنا كلها صاحبة العيادة كلها عباها جدا يعني أول ما جات قلت لها بصي سيبك من أسنانك خالص أنا دلوقتي عايز أصغارك 10 سنين قلت لي هتصغرني زي قلت لها أنا هعملك سمايل ديزاين تصميم للابتسامة مع وشك كله لأن أنا أول ما شفتها لاحظت أن المسافة من مناخرها لدقنها صغرت شوية إذن لو أنا كبرتها شوية لو طولت المسافة دي تاني هترجع تاني صغيرة في السن طب لو شفنا الصورة اللي بعدها إدي كده للبيشن دي دي عملنا أسنانها بس كده بس؟ سيبك من الأسنان سيبك من الأسنان خالص إدي عمر للكلاينت دي أو للبيشن دي 36-37 36 35 35 طيب هل طب الشغل ده خد وقت قديه ده بالفكر الجديد باللي أنت بتحكي عليه ممكن قوي أسبوع أربع تيام حيلا طيب أربع تيام تصغر في سنناها عشر سنين بذلك خلي بانك ولل شوية فيلها بقى كمان ما هو أنا وديتها لدكتور لا عايزين الصورة اللي قبلها تاني قبلها تاني الصورة دي بص الحالة بص المسافة بين مناخرها ودقنها في الصورة اللي على الشمال والمسافة بين مناخرها ودقنها في الصورة اللي على اليمين هتعرف هي إزاي صغرت في السن عشر سنين أكتر من عشر سنين خمستاشر سنة إحنا زودنا لها طول أسنانها وخلينا لها المسافة كبيرة شوية فرجعت صغيرة في السن إحنا ما نمسناش الأسنان بتتحيل عليها تيامل السنة اللي تحت بصموها مش بينين تشايفهم ولا في دي ولا في دي بينين طيب لو هي كانت عملت اللي الدكتور اللي قال لها الخطة الأولانية عليه قال لها احنا هنخلع السنتين دول وهنزرع وهنزرع عض مش حارفوا إيه والكصص كبيرة وما كانش هيجمل هو أصلا بيبص على الأسنان المفروض تجميل الأسنان دلوقتي تجميل للعيان كله أنا ببص على الوش بتاع البشن السنان أمرها بسيط تجميل الأسنان ده بسيط جدا تجميل إن أنا صغر البشن دي في الوقت ده بالتركاية البسيطة دي هو ده اللي فرق إحنا دلوقتي عادلنا لو جبنا بقى الصور اللي بعدها تاني بص مثلا صورة من الجنب تخيل ده شكلها من الجنب بص المسافة من مناخرها ودقناها اللي تحت قريبة قريبة جدا جدا ليه بقى ده حصل مع تقدم العمر السنان بتقصر والعظم بيتتكل طيب إحنا لو شفنا الصورة اللي بعدها هتلاقي بص كده بص المسافة كبرة إزاي ده بيدي الوش شكل بيضاوي بتاع الشباب بزبط اللي هو بقى بيطول الوش شوية بزبط كل ما الوش يبان بيضاوي يبان مسلس مقلوب لتحت بالزبط كل ما الاسنان يبان أزغر بص الفرق بين الصورة اللي علمين وعالشمل أنا مش عايز الناس تبص على الأسنان أصلي أنا عايز الناس تبص على سن الكلينت دي أو سن البيشنت دي سنها صغر 15 سنة بحاجة بسيطة قوي تطويل حجم الأسنان طبعا ده حاجة مدروسة على وشها طول اللي احنا عاملينه ده هتلاقيه ماشي مع الشفة اللي تحت كل حاجة مظبوطة يعني مش معمول أي طول وخلاص يا سلم الفيلر بقى مع الحالة دي فوق وتحت هترجع الثلاثين هترجع والله هتبقى أقل من خمسة وثلاثين هتبقى خمسة وثلاثين بالزبط الخطة بتاعتها فيها فيلر يعني الفيلر هي محتاجة فيلر طبعا فيلر بخلاص احنا السنان جميلة جدا الفيلر بقى عشان الوش كله نفسي ولوين ده صعب شوية في بعض الحالات بنقدر نعملها نشوف الوش ككل لان هنا هيبنت شغلك أكتر لو كان الوش كله بقى بس الضبط بس هي طبعا يعني عشان برايك ستاحا آآ ما جبناش الصور يعني لو شفتنا بقى يعني لو في ام اقول لي لو في أنا عايز الصورة الأولانية خالص أول صورة أول صورة كانت بمشاجرها بقى بالزبط نتكلم بقى في الأسنين احنا كل ده عماني نتكلم وبنسناها دكتور أسنين احنا بقى عايزين نتكلم دلوقتي شوية في الأسنين الحالة دي ايه مشكلتها؟ مشكلتها ان الاسمايل بتاعها عامل حرف الاس بالعرض يعني في حتة من فوق عالية ناحية اللاسة ومن تحت مفيش ناحية اليمين ناحية السنتين اللي في النص قصيرين شوية اليمين مظبوطين بس مش قوي انا اسهل جدا ان حالة تجيلي كلها بايزة بس متجيليش بسنة يعني جزء يمين بايز والشمال سليم انت عارف لو اليمين بايز والشمال بايز بسيطة الفكرة كلها والتركاية كلها ان انت تثبت حالة فيها يوني لتر شفت كده بالزبط وتثبتها ها دي القصة والبيشن دي بقت صاحبتنا جدا انا بس عايزك في الحالة من الجنب متصورة قبل من الجنب انا عايزك تقولي ايوة ايوة لان دي بايين فيها المشاكل اكتر كمان بالزبط الحالة دي من الجنب انا شفت انا مفعلش السنان ما تبقاش لمسة الشفاف اللي تحت الناب والسنة اللي جنب اللي في النص وصويرين جدا دول طلعين لفوق بسبب تأكل في العضل فهو الفكرة كلها اختيار دكتور الاسنان دي اول حالة اعرضها لك جايا لي من اول مرة من غير ما اعيدش شغل حد اه دي اول حالة اول حالة ماشا الله من ساعة ما اخط اول حالة جيلي على طول ماش ترشي ري سنتر كويس برد حال ممكن يعني لو احنا الحالة دي احنا احياء يعني جميلة جدا لكن انت وانت بتتكلم دلوقتي دخلتني في قضية تانية قطية العلاج بالقطعة او بالجملة او ابطاعي بالجملة في ناس دلوقتي كتير ماشي باسلوب انه هو شخص نفسه يقولك انا عايز ماشي ليه درسي سنتي يوقع مش حال في السنة دي مكسورة شوية دي دي العيبي كله مشكلتي كلها في السنة دي انا هعرض لك حالة دلوقتي العين ده فضل 18 سنة العين ده فضل 18 سنة يعالك سنين الحالة دي هو بيعمل ايه سنة بيزة يروح يحشيها هو زهق من دكتور السنين هو زهق من دكتور بقاله 17 او 18 سنة بيعالج اسنينه كل شوية حشوة طيب بص السنتين اللي في النص تحت دول تركيبات وقعت فوق حشو كله كل سنة محشية حشوة طيب انا ليه اروح لدكتور الاسنين 17 سنة ليه طيب انا عارف الفرق يا دكتور ايمن بين لما تعمل عمرة للعربية كلها ولما كل شوية حاجة تبوز تروح تصلحها حاجة تبوز تروح تصلحها طيب تعمل عمرة وتستمتع بيه الحالة دي لو شفنا الاسنين بعد هتلاقي الحالة دي اتعملت فاربع تيام بص الاسنين بعد اربع تيام بقى كده اربع تيام اربع تيام يعني ده الراجل ده ممكن يجيله صدمة فرحية بيقول لي انا بتعليك بقى لي 17 سنة عمل عمرة الاسنين وكلها اربع تيام رجع كده هو زي من دكاترة الاسنين هو تعبير عمرة ده حلوة هتعمل اسنينك كلها مرة واحدة بطريقة مظبوطة الحاجات دي لها جرانتية ضمان مدى الحياة خلاص انت اي حاجة تحصل لهم بتاعت الدكتور اللي اشتغل لك ده عمل كراون طبعا عمل كراون طبعا لان اسنانه كلها حشوية طبعا لان اسنان قد الدنيا ده عمل كراون كل الاسنان فوق وتحت فاربعت ايه ايه الفكرة كلها في الوقت هو مش مصدق طبعا الوقت هو ما بيبقوش مصدقين بيقول لي انا رحت لدكتور الاسنان على مدار السبعتاشر سنة دول فوق الخمسين مرة هو الدرس بيحشي ويقع تاني معه طبعا فبيقول لي انت هتعملها في جلسة بقول له الدنيا الجديدة الشغل الستايل الجديد في الشغل هو ان انت تعمل كل الاسنان مرة واحدة مدى الحياة هي دي الفكرة كلها انا مش عايز اروح لدكتور الاسنان واجعية مرة والتانية بتستلم اربع تيام شكرا سلام عليكم روعة روعة وبعدين الجارانتية يوقف بقى انت زي ما انت قلت مدار حياة بزبط مدار حياة كراون يعيش بي وشوف الصورة بقى انا نفسي كنت اشوف وشه كله مختلف عشان تعرفوا قيمة الاسنان ووشه كله بيختلف وحالته النفسية ايه طيب هو على فكرة جاينا من دولة خليجية ومش قيل لحد ان هو يعملهم وهم روح يعني هو جاي لنا مصر بالسنان اللي فوق ومروح لهم تاني بالسنان اللي تحت مش قيل لحد مش قيل لحد مش البلد ده مش هيعرفوه مش هيعرفوه مش هيعرفوه والله حد تاني خالص هيا الفكرة كلها في الطايمينج في الوقت اربعة تيام هيا دي الفكرة دايما اقول جملة البس اعلى برندات البس احلى ساعات ايه اعمل احلى استشوار شعرك عمل ازاي سنانك لو مش حلوه كل ده راح هيا اللي في الوش هيا السنان ها قول لي بقى السنان واللسة هل احنا ظلمين اللسة هل المرض ظلمين اللسة انا هقولك على سر اللي يبين دكتور اسنان ده شاطر ولا مش شاطر تقبل اللسة للتركيبة اللي هو عاملها انا لو اللسة بتاعتي اتعملت لو الشغل بتاعي مظبوط اللسة هتتقبل مش بكلمك في اول عشر عشرين يوم بعد الهلاج بكلمك على اللايف تايم انا لو اللسة بتاعتي تقبلت التركيبة اللي انا عاملها ابقى انا كيف دكتور شاطر الحالة دي عملت تجميل اسنان اللي في بوقها ده تجميل اسنان ليه اللي احنا بنكرره كل شوي راحت لدكتور الاسنان اللي جنب البيت اللي هو بيحشلها درسها واللي هو بيخلع لها درسها قالت له جمل لي اسنان طيب عمل لها ايه هو ما عندوش خبرة ومش ملم بالتجميل فهم عامل يبارد الاسنان ومختار ماتيريا الغلط طب الماتيريا الغلط دي عملت ايه خلت لون اللسة اسود طيب لون اللسة الاسود ده العينة جاي مش شعلي باسي قابلي معلش الهاتة دي كالتاب صرح ايه ماتيريا الغلط مش فهم يعني ايه ماتيريا الغلط ماتيريا اللازم انا فاهم ماتيريا الغلط يعني خامة الاسنان المستخدمة في التجميل غير مناسبة للتجميل اشرح لي بقى الحتة دي بالراحة كده وعلى مهنة حلو التركيبة اللي راجبالها دي اسمها ايه بورسلين البرسلين ده في حديد من جوه هو لسة حد بيستخدم حاجات دي؟ لسة بيستخدمه انا عمري بقى انا دلوقتي مش بيستخدمه نهائي طبعا بس هو دلوقتي لسة بيستخدمه لو حد دكتور شوية كبير في السن همم هما طبعا على يعني عندهم خبرة واكسبيرينس في كل حاجة بس مش بيبقى ايه الحاجات الجديدة مش مش بتبقى يعني مستخدمة كتير عندهم الفكرة كلها الحالة دي العينة انا عايز اقول لك كمان هي لما راحت بقى لدكتور شاب صغير زينا قالها ايه هعالجلك الحالة دي ازاي دكتور مشهور جدا الحالة راحت تجمل اسنانها خرجت بالشكل دايما عند دكتور مش فاهم اي حاجة في التجميل راحت عند دكتور تجميل يعني عملت اللي عليه اولا انت محتاجة علاج للسة ايه علاج للسة ده عايزي يشيل طبقة من اللسة هو فكرة ان اللون السود ده اللسة بقول لونها سود ما معرفش ان اللون السود ده اللون التركيبة قال لها انت عايزي علاج للسة علاج للسة ده بياخد وقت كبير جدا بياخد خمستاشر يوم لنمنشيل السبب اللون لسة بتاعها مش اسود ده لون الحديد انت دانكن في اللاسة هو اللي عكس السواد ده. طيب. قال لأ الدكتور الاولاني بوز لها الدنيا ما ينفعش المادة دي خالص في التجميل. الدكتور التاني حطت لها غلط. خطة علاجية غلط. انا هبدأ باللاسة. وهشلك التركيبات دي وعملك حشو عصب في اسنانك كلها واركبلك تركيبات. انا عايز بقى اقول على معلومة لأي حد بيتفرج علينا. لو دكتور اسنان قال لك اعمل حشو عصب او علاج جزور للتركيبات قبل ما تركب. اعرف ان هو دكتور مش شاطر. انا بعمل علاج عصب في الضرورة القصوى. ما ينفعش يا جماعة نعمل علاج للعصب قبل التركيبات لان ده بيأثر من حاجة ميتة وحاجة حقيقة. انا لا تعيش اكتر. الحاجة اللي فيها روح. ما تعملش علاج عصب قبل التركيبات الا للضرورة. لان الدكاء دلوقتي الناس بتستسل تقوم عامل علاج عصب. ركب الاسنان. دي الحالة فوق ودي الحالة بعد. تخيل يا دكتور ايمن ان احنا ما لمسناش اللسم. واللسم رجعت طبيعية طالما شلت السبب. شلت السبب. التركيبة مناسبة للتجميل. تركيبة مناسبة للتجميل. بالضبط. الحالة دي ما تلمسيتش اللسم. ما تلمسيتش. عايزين نعمل حالة عنوانها خفايا عالم الماتيريال. دي حالة هتبقى جاملة دي. نفسك فيها انت من زوان دي. جدا. وانتلك عليها قبل كده مرة. عاملها لك. عاملها لك. بس دي على فكرة هتحرج الناس كتير. عاملها لك. اه. الخامن اللي فوق دي. اسمها بورسلين دي. دي انا ما بقيتش استخدمها اصلا في الدروس الخلفية. تخيل بقى اللي هي ما فيها حديد يعني قوي. انا لو دكتور عندي ضمير انا هسألك سؤال سيبك من طب الاسنان. لو انت مركب سنة تركيبة اسنان. انت عايز التركيبة نفسها لو حصل مشكلة لو وقعت على وشك او اي حاجة. التركيبة نفسها هي اللي تتكسر ولا سنتك اللي جواه اللي تتكسر. انا عايز التركيبة اللي تتكسر. اه. انا عايز سنتي اللي تحت هي اللي تفضل سليمة. اه. فالناس بتعمل ايه? بتعمل تركيبة قوية قوي بحيث ان لو حصل اي مشكلة السنة اللي جواه تتكسر والتركيبة تفضل سليمة. يا سلام. انت شفت التركيبة اللي فوق دي لو حصل اللي قدر الله اي حادثة للعينة. ده حديد. حديد الحديد هل حصل له حاجة ولا اي حاجة سنتها اللي جولة هتتكسر طيب يا فرحتي طيب انا كده هترغى الزرعة هترجع للدكتورة لو لا شفتي التركيبة القوية ازاي وسليمة ازاي هي سنتك اللي تكسر مع ان انا ببقى عامل تركيبة نفس قوة الاسنان بحيث ان لو حصل اي مشكلة اي حادثة حصلت اي خبطة بنية اي حاجة انا عايز التركيبة تتكسر وغيرها لك ما عنديش مشكلة بس مش عايز سنتك يتكسل لها حاجة دي الفرق بين العيان برضو لازم يبقى على وعي لان هو سعب بيجي يقولك انا عايز تركيبة قوية لأ انا بختارلك تركيبة نفس قوة اسنانك الفرق بين فوق وتحت حاجتين العيانة البيشنت او الكلاينت ليها جزء 70% والدكتور 30% لان الدكتور هو معلوماته كده الدكتور ده مش بيخم العيانة دي الدكتور هو معلوماته كده عن التجميل فانت اللي لازم تدوري ولازم تتعبي قبل ما تلاقي دكتور التجميل اللي يبقى فاهم حالتك ويبقى متخصص في التجميل انا عندي كل التخصص هولتا انا عندي علاج الجزور طيب ما انا بعرف اعمل العلاج الجزور هلا انا هعمله عمري ما هعمله عندي تخصص لاسها ما انا بعرف اجمل اللاس هلا انا هجملها عمري ما هجملها عندي كل التخصصات في العيادة كل واحد بيشتغل تخصص واحد فقط أسألك بقى سؤال دي قضية كبيرة جدا أحكاية بروز الأسنان لأنه في ناس كتير عندها بروز الأسنان ده في مصرنا الحبيبة في الوطن العربي كتير عيوب جينية معرفش في حاجة يعني بتخلي البروز وفي العالم حقيقة البروز موجود بس هل البروز يتصلح بتقويم ولا يتصلح بتركيبات أنا عايز أقولك معلومة ممكن تفيد ناس كتير قوي على فكرة بروز الأسنان بنسبة 70% سبب عدم وجود دروس خلفية لو دروسك اللي غرى بايزة وإنت بتاكل على أسنانك اللي قدام حتى هما مش مهيئين أن انت تاكل عليهم هيقوموا طلعين لبر بتلاقي الحالة دايما جاية أسنانها اللي فوق مرفرفة لبر واللي تحت مرفرفة لبر من غير ما أكشف عليها ولا أي حاجة بقولها أنت ما عندكيش دروس خلفية بتقول لي عرفت منين أقولها لأن أسنانك الرفرفة اللي هي فيها دي دي حد ما عندوش دروس خلفية طيب فيه خناقة مشهورة قوي بين دكاترة ايه التجميل والتقويم أنا جمل ولا أعمل تقويم دكاترة التقويم يقولوا على دكاترة التجميل ايه اللي انت بتعمله ده بوز السنان اللي ربنا خلقها دكاترة التجميل يقولك يا عمي شكل السنة وحش شكل السنة عايزين نفرق بين التقويم والتجميل التقويم نفس شكل أسناني لو هي سليمة بظبطها برجعها في مكانها الطبيعي التجميل بغير شكل الأسنان طيب أنا حالة زي اللي شغالة في الفيديو اللي فوق دي دي عندها بروس في الأسنان شكل سنانها وحش جدا عندها مشاكل كتير في الأسنان أسنانها دي كمان مش أسنانها دي حشو طيب أنا الحالة دي بعد التقويم هعمل تركيبات عشان أحافظ على الأسنان طيب ما نعمل من الأول تركيبات يعني أنا ليه أدخل العيانة في تقويم مع أن هي سنانها بايزة يعني سنانها مش بايزة بس محتاجة شغل فيها حشو فيها بروز فيها فيها شكل لسننا نفسه طويل أوي طيب أنا أسأل حالة دي طيب أنا عامل لها بتقويم وحيقود سنة طيب بعد السنة دي ما نهركب تركيبات طيب ما نهركب تركيبات من الأول أنا ليه أدخل العيان بتاعي ليه منكره الناس في داكاترة الأسنان مش أنت بتلاقي حاجة مشهور أوي أنا بكره داكاترة السنان أول ما العين يخش ألي يا ده في قاعدة من أكتر من داكاترة السنان يعني في ناس فيه خطاع كبير جداً في العالم كله يقول له أنا أكره الأطباء على فكرة ده موجود في العالم مش موجود في مصر بس ما.. إحنا اللي.. إحنا اللي.. ويتكوت يعني كده لأ.. بس ده كاترت الأسنان أسنان أكتر طبعاً أنا ما بحق يعني الفكرة كلها إن.. ليه أدايقه؟ ليه أعمله تقويم سنة ولا سنة ونص على فكرة من التقويم ده ما أنت هتخلع له دروس بعد التقويم أركب لك تركيبات تبليم أنا ممكن أعلقك بتركيبات من الأول بس دي في حالات معينة فيها حالات بروز الفك دي لازم تقويم إنما حالات بروز أسنان بس والأسنان بايزة وشكلها محتاج يتعدل وفيها حشوات وعمل فيها عالات جزور طبعاً أنا أعملك تركيبات من الأول تجميل ده في أربعة أيام الحالة دي في أربعة أيام الحالة دي بتتحسن في.. ده إيه ده بقى؟ ده مش عارف ده إيه دي حالة عملت تجميل أسنان تركيبات تركيبات بره أه طبعاً دي جايلي فقدة الثقة في نفسها جداً يعني بطريقة يعني عشان أدحكها عدنا مثلاً نص ساعة عشان نخليها تتحق دي عمل دي على فكرة دي عاملة ده من أسبوعين أها يعني قبل ده جديد لنج ده قبل بص اللازق في فوق الأسنان باين أها طيب بص السنة الليمين والسنة الشمال هو في حاجة غريبة جداً الدكتور عملها إن هو حطي لها شفت اللاسة الصناعية اللي فوق دي أنا مش عارف عن نهة الشمال يعني ماشي أنا يعني بس أنا بس السؤال هو استخدم إيه كراون ولا فنير هو هستخدم بريتج يعني كوبري الفكرة كلها أنا مش فاهم إيه سبب الحالة دي تتعمل بالشكل ده ملهاش سبب إحنا واشفنا السورة اللي بعدها مفيش سنة زي التانية طيب دي كده إعادة التجميل مش أنا بقولك كل الحالات إعادة تجميل بص الحالة كده إحنا دلوقتي أنا عايز السورة اللي بعد كده عايزنا نتقرب شوية بص كده بص الحالة فوق والحالة تحت إيه الفرق بينهم اللي فوق ده دكتور أسنان اللي تحت ده عندنا دكتور تجميل أسنان طيب اللي فوق لقى اللسة بالدين ما عملش أي حاجة زود لها لسة في التركيبة طب ما اتطلع اللسة دي الفوق يعني شين من اللسة خلي كل ده ما يبانش خلي السنين السنتين في النصة قد بعض بص لشكل دحكة العينة اللي فوق وشكل دحكة العينة اللي تحت هما الاتنين عينة واحدة إيه الفرق بينهم اللي فوق دي أصغر من اللي تحت اللي فوق دي أكبر من اللي تحت بقديه قد لها أكبر بعشر سنين معينة هي هي العينة هي هي المرجة الفكرة كلها والكلام ده تعامل في قديه يعني هي علجة الكلام اللي فوق ده في قديه اللي هي عملته فوق ده ثلاث شهور تحت ده في أربع تيام برضو المرة الجاية فيه من ملفات اللي هتفتح الماتيريا الخفاية هذا العالم هفتح لك هذا الموضوع ده الماتيريا الخفاية هذا العالم الحاجة الثانية تقولي في حقيقة الإصراعات اللي إحنا بتشوفها على السوشيال ميديا بين بعض الناس في طب الأسنان يعني عدم منطقيتها يعني هتلاقي حوار وتراشق في الآخر على لا شيء يعني إذا مش فاهمين إيه اللي وراء الموضوع إيه الأسرار اللي وراء القناة هل الأسرار إن أنا عايز تشهر أو عامل نفس الشهرة ولا فعلا فيه خنائة ولا غيرها لا ما فيش خنائة يا سداد ما هوامنا بقى مش هتقول له مرادة تقول المرة الجاية إن شاء الله ده من ضمن الانتظروا المرة الجاية حوار مشير للغاية مع ضيف العزيز دكتور عبدالله متولي أخصية تجميل الأسنان والمؤسس لمراكز برايتي للأسنان وعضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان والمصمم للإبتسامة المعتمد من البي دي سي بنجلتيرا بتنورني دايماً وبتبهرني وبتسعيدني بعض الحوار المرتع جداً دايماً حوار مختلف دايماً حوار فيه الكثير من العلم والكثير من التفاصيل الدقيقة فلإن الأسنان بقت علم التفاصيل الدقيقة في الناس الحلو مفيش حد موجود من على سطح الكرة الأرضية ما جلوش ألم في الظهر يعني علمياً كده قالك 100% من البشر على سطح الكرة الأرضية من السن الصغير للسن الكبير على مدار الوقت والزمن إلا بيجيلهم مشاكل وألم في الظهر سواء أسفل الظهر أو ألم في الرقم عرق الناسة دايماً يخصد بيه اللي هو العصب الوركي العصب اللي نازل من فوق من المنطقة القطنية والمنطقة العجزية الحد ما بينزل للرجل ويغطي مشت الرجل ويغطي صوابة بتاعت الرجل الغضروف لو أهملناه وعد من الدرجة الأولى والتانية ومع لجنهوش يتحول للدرجة التالتة أو الرابعة التالتة أو الرابعة يبقى لازم هنا تدخل عندي لازم تدخل جراحة الناس اللي عندها نزل لغ ضروفي يقولك أنا لما بنام بالليل الحمد لله أقوم الصبح بقى بيبقى العذاب لسه أقوم مع أول طالعة من السرير وأول ما هنزل أتحرك دي تصعوبة طب اللي عنده بقى تزحزح فقاري أو نزل لغ فقاري بيبقى النوم بالنسبة ليه علقة